المفضلات الصحية يا دكتور تفضلي عندنا دلوقتي في عصر كل الانترنت والشبكات اللي موجودة دي أنا مشتركة مثلا على تطبيق بتاع أخبار ومفضل من مفضلاتي المواقع الصحية حب تابعها فألاقي النهاردة مثلا مكتوب إيه؟ إن القهوة ضرورية جدا لصحة القلب تاني يوم أن القهوة خطيرة جدا وتهدد الحياة وتسبب أخطار مميتة على سبيل المثال مثلا فبقى مش عارفة أصدق مين وكذب مين تقول لي إيه بقى في الموضوع ده قبل ما نبتدي أسئلتنا تمام هما الاتنين صح أقول إن هناك خلط بين الإعلام والإعلان الناس تاهت والناس معذورة بس ما الخبر ينزل لازم الجملة تنزل كاملة القهوة كويسة جدا مش عارف لإيه طب حلو بس الجملة ناصة المفروض اللي مين جرعة قد إيه أمتى تفرق السماء ملعمة فيه جين من الجينات هو المسؤول عن التعامل مع الكافيين الجين ده لو أكتف شوية القهوة الصغيرين هيخلوني ينور ولذلك كما باخدها بعد ثلاثة العصر خلاص الليلة دي بتبقى ليلة ملهاش معالمة إنما لو الجين ده خامل ممكن أحط في إنجان القهوة وأحط دماغي وراء أجيب الصبح ده أنا وابني بالضبط ابني يشرب قهوة قبل ما ينام ينام زي الفل أنا أشرب قهوة ساعة سابعة أقعد لحد الصبح قاعد صحيح قبل ما وصل لتلاثة أربعة العصر خلصت بس فنجان مش سطل زي ما بنشوف شباب كتار ماشيين شباب وشابات مسكين مج طول كده وفيه نس كافيه طرح أبدا فين طب انت بابل بقى الكلام ده بيخش فين طب جهاز عصبي إيه اللي يتحمل الكلام ده دلوقتي انت واخده على رجلك انت متحمل عشان لسه صغير بعد كده هنلم مشاكل احنا مش قدها طب أضراره بتباقي أضراره بتباقي أبسط حاجة أبسط حاجة بيخلي كهربة المخ وصلة ولذلك ما بننامش الكافيين بيعلي مستوى مادة في الدماغ الدوبامين وصل الكهرباء على طول وبتدي دعم 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 للكهرباء انزادت عن حدها مصح ولذلك يقولك القهوة بتعلي الضغط هي بتعمل الطراب في القلب الزيادة منها انما الحدود المقبولة آه لا جميلة لان في بعض دراسات هولندية من هولندا لازم نقول الدراسة منين مش اي هناك دراسة كذا كلهم بيقولوا كده لا لا ما نفعش وضحت ان الكافيين عند سن معين بيبقى بيدعم امتصاص بعض المعادن اما بيكون بقى السن وصل زي حالاتي كده بيبقى شوية كافيين ايجابيين مش عايزين نسأل عن السن بس عايزين نقول بعد سنك بعد الخمسين مثلا انا عديد 28 سنة طب احنا نقول الناس بعد الخمسين بعد الاربعين اه بعد الخمسة وعبين خمسين يفضل ان احنا ناخد حتى لما بشربش اهوة ياريت ياخد ولو فنجان طب عشان اطلع من الاهوة دي بقى اي نوع اهوة يعني فيه ناس تقول نوعية الاهوة التركي الاهوة الفلترا الاهوة الاسبرسو ايه الاهوة لا الاهوة التركي العادية بس النصيحة بغض النظر عن المزاج ايه اما ناخد اهوة ناخدها البن الوسط فاتح او وسط الغامق هو الصح انا شخصين بحب الغامق بس الامان الفتح او الوسط لان كل ما غمقت دي معلومة عن الماشي كل ما عليت مستوى الكربون والكربون كتره مش كوي زي بالضبط الدراسات اللي وضحت انه ما ينفعش كل يوم اكل مشوي 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 الناس اللي عندها يقولك لا انا اكل المشوي عشان خفيف حبيبي انت بتاخد جرعات كربون عالية جدا وبرضو الدراسات وضحت لا الكربون بيعلي مستوى الاصابة والاورام السرطانية لمن لديه استعداد ما تبقاش كلمة عامة لمن لديه استعداد عظيم بما اننا في الكافين فانا عايزة اكمل واقول ان مشروبات الطاقة بنشوف عليها كمية ضغط بتموت ما تشربوش مشروبات الطاقة لا دي كويسة علشان تقدر تواصل وبصراحة ابني برضو قال لي معلومة حسام هو بطل في الحلقة النهاردة قال لي ان في الجامعة عنده كانوا عاملين رهان على ان واحد من الطلبة يشرب اربعة ريت بول ورا بعد وشرب فانا امتنوا حبيبي وقال لي ماما ما حصلوش حاج لا بالنسبة لهم لا لا حضيك جرعة الكافيين اللي جوه اي مشروب طاقة تعادل اربعة الى خمسة الكافيين اللي موجود في فرنجان الاقوى طب انا اللي صالح مين انا اخد الكلام ده وبعدين انا محتاج ده ليه الكلام ده اخترعوا بيزنس مصالح الاقصاد بيخش للناس بتوع اللي عايزين يخشوا مسابقات او اولمبياد علشان يديهم باور بسرعة ومشال طب ماشي بس ده عكس الصحة احنا ايه ما الناس عاشت 7000 سنة او 8000 سنة ما سمعينش عن مشروب طاقة كلام ده سلبيات وفظيعة وبعد كده بنرجع نشتكي حضرتك اما ييجي اي شاب او شاب دلوقتي اما نسأله عن ابوه امه وهم في سنه كانوا اكفأ منه صحة اكثر منه قدر على تحمل على العمل النهاردة الاوضاع اختلفت الموضوع ممكن فعلا يسبب الوفاة بتاع مشروبات الطاقة ده ولو زادت او تعودنا عليها وهل فيها نسبة ادمان زي ما بيقولوا طبعا فيها نسبة ادمان طبعا لان حضيك انا باجي لهيرمون الدوبامين والسيراتونين بقولهم ارتاحوا انتوا حب انا مديلكوا المزاج اوجاز فالجسم يبطل يفرزوا بشكل طبيعي بزرطك بيستسئل ما نفعش ما نفعش ولذلك الناس اقولك انا ما بعرفش افتحيني الا على مج الناس كافي بالزبط اوكي اوكي ده المحصلة او ما بتكلمش حد قبل ما اخد القهوة بتاعتي بيعملها هو قاعد على السرير استباح كلام سلوكيات دخلنا نفسينا فيها مش صح اذا الموضوع ما فوش هزار خاص لا طبعا اكمل بقى في سلسلة